أستراليا تتصدر مجموعة ثانية ست نقاط نفس الرصيدة السعودية لكن فارق الأهتف فيجينا عومان عنده ثلاثة واليابان عنده ثلاثة فيتنام وصين ما عندهم ولا نقطة راح بدأ برأي محايد بوعوف كيف ترى المتخب السعودي أول شيء نجاح بكل المقاييس ستة من ستة يعتبر نجاح لللاعبين ولمدرب رينا هناك من يقول أنه مع فيتنام عشرة لاعبين وكانوا متأخرين بغض النظر المصطفح نحن في التصفيات الأخيرة وهي نخبة آسيا موجودة في هذه التصفيات لذلك الفوز على فيتنام مثل الثلاث نقاط مثل الفوز على اليابان أو على أستراليا هذه التصفيات ما لها لا صغير ولا كبير ناجح المنتخب السعودي لحد الحين كسب ست نقاط وحدة منهم خارج الديار ضد منتخب متطور بشكل كبير جدا وأحرج المنتخب الياباني في اليابان لذلك أنا أشوف الفريق أو المنتخب لحد الحين ناجح بامتياز وعنده إمكانيات أن يقدم أفضل كمستوى فني لكن كنقاط ناجح مية في المية نسمع رأي عبد العزيز الضغيتر وما في شك يا أبو كرم يعني البداية مهمة والحمد لله تجاوزها المنتخب السعودي دائما المستويات تتصاعد لكن زي ما قال أبو عوف أنا أقولها بطريقة ثانية هامشي أنك تكسب النقاط المستوى غير مطلوب باليابان أمام فتنام فعلا عشرة لكن ليش انطرد اللاعب لأن فيه ضغط الضغط هو اللي سبب طرد اللاعب وصبب ضربة الجزاء فالمنتخب السعودي أبو كرم مدى يعني من 84 إلى يومنا هذا وهو ولاد يعني تشوف يجمع دائما بين اللاعبين الخبرة ولاعبين الشباب اليوم منتخب السعودي ما شاء الله ميكس فيه اللي أول مرة يلعب وينضم للمنتخب فيه لاعبين الخبرة فيه اللي عنده الجهاز الفني قاعد يوظف اللاعبين أنا أتمنى أن الأداء اللي شفتها أمام عمان أنه يتواصل والبداية مثالية بكل ما تعنيها الكلمة من معنى وست نقاط كبداية مطمناه إلى إن شاء الله أنه صلى الدوحة عشرين واثنين وعشرين لاحظ أنا ولا التلك ولا نعم صح؟ لأني ما طولت أنا وترى يجاي من الدمام عشان أحكي يعني المفروض لو أحكي للفجر تخلوني لأني جاي من الدمام عشان أتكلم أرجع للدمام بعد الحلقة